مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يدعو إلى أعلان حالة توارئ اقتصادية محملاً السلطة الحاكمة في البلاد المسئولية عن تدهور المؤشرات الاقتصادية ولسيما مع استمرار الوكالات الدولية في خفض تصنيف الاعتماني لتونس بما يعرقل الدولة والمؤسسات الوطنية عن الحصول على القروض من الدول المانحة والمؤسسات الدولية بحسب المجلس يجب إعلان حالة توارئ الاقتصادية ويلزم أخذ قرارات قوية لإنقاذ الاقتصاد التونسي لإنقاذ المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها لأن تونس حقيقة في خطر ويلزم التبقى السياسية وخاصة الوأساء الثلاثة يتحملوا مسؤوليتهم في الفترة هذه تأتي هذه الدعوة في ذل تسجيل تونس انكماشاً اقتصادياً في النتج المحلي بلغت نسبته نقص ثمانية فاصل ثمانية وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ استقلالها ومع خفض التصنيف السيادي للبلاد إلى ثلاثة باء مع إبقاء أفاق سلبية أزمة ليست ضرفية إنما هي أزمة بنيانية أزمة هيكلية وهذا الأهم هذا فيما يتعلق بالمؤشرات أكيد التصنيف باء أفاق سلبية جاء على هذا الأساس الأخطر من هذا ميزانية الدولة لسنة 2020 فيها عجز رهيب جداً ومن المنتظر أن تدخل تونس هذا الأسبوع في مفاوزات مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية توصف بالموشعة في وقت تحتاج فيه البلاد إلى نحو سبعة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة المؤشرات كلها تؤكد أن تونس دخلت من عطفاً خطيراً في طاعتها مع الملفات المالية والاقتصادية التي تستوجب وفق مراقبين رأيات واضحة وتوافقاً سياسياً بين كل الأطراف سميح البغنمي تونس الميادين